موسيقى نشرة الاخبار من يمن شباب اهلا بكم مشاهدين نبتبئها بالعنوين الجيش الوطني يفرد سيطرته على ميسرة جبهة سرواح بمأرب ويفشل هجوما للمليشيا في الجوف موسيقى مليشيا الحوثي تختطف عشرات المدنيين في ذمار وتقرير حقوقي يوثق 180 انتهاكا حوثيا خلال ابريل الجاري موسيقى والوضع العسكري مرشح للتصعيد في عدن بعد انتهاء مهلة التحالف لمليشيا الانتقالي قتل ما لا يقل عن 22 عنصرا من مليشيا الحوث الانقلابية في المعارك التي شهدتها جبهة الميسرة في سرواح وتمكنت قوات الجيش الوطني من فرض سيطرتها على ميسرة الجبهة والتقدم بمسافة 13 كيلو متر وتثبيت جميع المواقع التي تم تحريرها خلال المعارك التي اندلعت منذ فجر اليوم وما زالت مستمرة وذكرت مصادر عسكرية ليمن شباب ان هذا التقدم تزامن مع غارات لطيران التحالف العربي تمكنت من تدمير عربات قتالية تابعة للميليشيا وسقوط عناصرها بين قتيل وجريح نبقى في مأرب حيث اسقطت قوات الجيش الوطني مساء اليوم الاثنين طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوث الانقلابية وقال مصدر عسكري ليمن شباب ان الطائرة المسيرة تم اسقاطها في جبهة سرواح غرب المحافظة وتعد هذه رابعة طائرة حوطية يسقطها الجيش في مأرب خلال اسبوعين ويأتي هذا فيما تشهد جبهة غرب مأرب معارك مستمرة تكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد هذا وتواصل ميليشيا الحوث الانقلابية قطع شبكة الهاتف النقال عن المديريات الشمالية لمحافظة مأرب وقال مصدر محلي ليمن شباب ان الميليشيا الحوثية تواصل لليوم السادس على التوالي قطع شبكة الهاتف النقال على مديريات مدغل ومزر ورغوان ولجأت ميليشيا الحوثي التي تتحكم بقطاع الاتصالات الى هذا الاجراء بعد فشلها في تحقيق اي تقدم في المعارك التي تشهدها مديرية مزر ويحقق فيها الجيش الوطني تقدما ميدنيا ملحوظة افشل الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعه شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وقال مصدر عسكري ليمن شباب ان مواجهات اندلعت في منطقة الجدافر عقب محاولات هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش هناك واضف ان وحدات من الجيش تمكنت من افشار الهجوم واجبار الميليشيا على التراجع بعد سقوط قتلى وجرح من عناصرها وفي محافظة الضالع قتل ما لا يقل عن عشرين مسلحا حثيا خلال معارك دارت غرب المحافظة واحرز فيها الجيش الوطني المسنود من المقاومة تقدما ميدانيا نوعيا واشنت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بقيادة العميد هادي العولقي قائد محور الضالع هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي شمالا وغرب الضالع تمكنت على اثره من السيطرة على عدة مرتفعات جبلية في منطقة هجار بقطاع غلق شمال قعطبة وقال مصدر عسكري ليمن شباب ان مناطق سيطرة الجيش شملت منازل كان يعتليها قناصون حوثيون في قطاعي الفاخر وحبيل العبد واضاف المصدر ان معارك اليوم لم تشهدها جبهات المحافظة منذ قرابة نصف عام وقتل خلالها ثمانية عشر من ميليشيا الحوثي فيما استشهد فردان من ابطال المقاومة واصيب اخرون وقال المصدر ان المواقع المحررة تكمن اهميتها الاستراتيجية في كونها منطلقا لتحرير مناطق العود التي كانت سيطرة عليها الميليشيا العام الماضي اضافة الى كونها بوابة للتقدم نحو محافظة اب جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المناطق السكنية في مدرية دريهمي جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر محلي ليمن شباب ان الميليشيا استهدفت المنازل بقذائف المدفعية والاسلحة الرشاشة مشيرا الى ان القصف خلف حالة من الضعر والهلعي بين الاهالي لا سيما النساء والاطفال كما طال قصف اخر منازل السكان في مدرية التحيطة بذات المحافظة افرجت ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء عن وزير الثقافة الاسبق خالد الرويشان بعد ساعات من اختطافه وقالت مصادر اعلامية ان ميليشيا الحوثي افرجت عن الرويشان ظهر اليوم بعد اختطافه صباح امس الاحد وكان مسلحون من ميليشيا الحوثي قد وصلوا على متن عربات عسكرية واقتحموا منزل الرويشان وافزعوا بناته وعبثوا بمحتويات المنزل قبل اختطافه ونهب مقتنياته الشخصية ابطلت القوات المشتركة عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على طريق بمدرية بيت الفقيه جنوب الحديدة وعثرت القوات المشتركة على العبوة الناسفة في طريق الجاح وتمكنت من تفكيكها وازالة الخطر الذي كانت تشكله على المرة هذا وتمكن مشروع مسام لنزع الالغام في اليمن من نزع نحو الف وخمسمائة لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي وسط تجمعات سكنية وحاولت اخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة إدانات واسعة لاختطاف ميليشيا الحوثي وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان بعد اقتحام منزله بطريقة همجية في صنعاء فجرا وبدون سابق انذار تختطف ميليشيا الحوثي الانقلابية الأديب ووزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان من منزله في صنعاء وتقتاده إلى جهة مجهولة تقول مصادر مقربة من الرويشان إن مسلحين حوثيين قدموا عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة فجرا على متن عدة أطقب ومدرعات واقتحموا المنزل الكائن في منطقة بيت بوس بطريقة همجية دون احترام للأخلاق والأعراف الإنسانية حيث قاموا بكسر بوابات المنزل الخارجية والداخلية واختطفوا الرجل بملابس النوم ونهبوا كمية من المقتنيات والأوراق وجهازه المحمولة تبدو الأسباب معروفة فالرجل فضل البقاء في صنعاء متمسكا بموقفه الرافض للحوثي وممارسته ومشروعه السلالي الكهنوتي وعبر عن انحيازه بشكل تام إلى جانب الشرعية ومعركة استعادة الدولة ومبادئ وقيم الجمهورية والثورة دون مواربة أو تماهن بخلاف كثير من المثقفين عبر صفحته بالفيسبوك ظل الرويشان ينتقد بكل شجاعة وبصوت مرتفع جرائم ماليشي الحوثي بحق اليمن واليمنيين ويثني على جهود وتضحيات المدافعين عن الدولة اليمنية وتاريخها وحضارتها الذي تتعرض للتدمير الممنهج من قبل هذه الماليشي الإمامية المتخلفة التي لا تؤمن باختلاف الآراء وتعدد الأصوات وتحارب كل من له صلة بالثقافة والفكرة حادثة اختطاف الرويشان لقت إدانات رسمية وشعبية واسعة إذ عبرت الحكومة اليمنية عن السنكارها الشديد وقالت إن هذه الجريمة امتداد لآلاف من حالات الاختطاف التي طالت الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلاميين والصحفيين والنشطاء وتعكس العقلية الجرامية للماليشيات الحوثية بدورها قالت وزارة الثقافة أن ماليشيا الحوثي المتخلفة تبرهن يوماً بعد آخر أنه ليس هناك حد ولا سقف لجرائمها وأنها في قطعة تامة مع كل القيم الاجتماعية والإنسانية وذكرت أن الرويشان في المكان الذي اختاره لنفسه مناضلاً منحازاً لشعبه ولحقه في الحرية والكرامة والعدل ومخلصاً لوطنه الذي لا شك سيستعيد سيادته واستقلاله من براثين غبار التاريخ وضحايا العصور اختحمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عشرات المنازل السكنية في مدينة ذمار اعتقلت نحو سبعة عشر شخصاً بينهم طفل خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية ونقلتهم إلى أماكن مجهولة وقالت مصادر محلية ليمن شباب إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة اقتحامات واختطفات واسعة طالت عشرات الشباب الجامعيين في مدينة ذمار دون أي أسباب تذكر وأوضحت المصادر أن الحملة يقودها ثلاثة من قيادات الميليشيا عينتهم في مناصب أمنية بالمحافظة وعلى الصعيد اختطفت عناصر خوثية طفلاً يدعى أصيل علي حمود مياس من أمام منزله في حي البذور وسط المدينة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن دعا المعهد الدولي للصحافة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن دعاه إلى التدخل في قضية الصحفيين الأربعة الذين أصدر بحقهم المتمردون الحوثيون حكماً بالقتل وأعرب المعهد وهو شبكة عالمية من المحررين والمسؤولين الإعلاميين والصحفيين البارزين من أجل حرية الصحافة أعرب عن إدانته لقرار الإعدامي الصادر بحق أربعة صحفيين من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الحادي عشر من إبريل الجاري وقال المعهد في رسالة وجهها إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث إن إصدار قرار الإعدامي على الصحفيين بسبب قيامهم بأعمالهم الصحفية هو انتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أعرب عن مخاوفه من أن تصبح مثل هذه الأحكام شائعة في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري يؤدي إلى الضغط على المتمردين الحوثيين أكد مستشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عبد الرحيم العولقي تقدم وحدات من الجيش الوطني في بعض المواقع بمدينة شقرة وقال المستشار العولقي في بلاغ صحفي نحن مستعدون لحسم المعركة وننتظر توجيهات القيادة العليا فقط لحسم المعركة وتحرير العاصمة المؤقتة عدن وأضاف العولقي أن ميليشي الانتقالي قامت بعدة خرقات لاتفاق الرياض فيما كنا نأمل استجابتهم لصوت العقل والمنطق ولكن دون جدوة وأشار مستشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى جاهزية قوات الجيش الوطني واستعدادها القتالي العالي المستوى لفرض سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن واستعادتها من براثني ميليشي الانتقالي الإماراتي استعدادات واسعة على المستوى الطبي والصحي في محافظة الضالع عبر توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لمواجهة وباء كورونا الذي اشتاح أغلب دول العالم إلى التقرير يسابق الزمن في صباح يوم جديد يعمل في ظروف استثنائية بات الخطر الوبائي فيها يهدد العالم ويشتاحه هنا في غرفة الإنعاش بمركز العزل الصحي الخاص بمجابهة جائحة كورونا يجري الطبيب علي رضا وزملائه عملية اختبار أجهزة التنفس الصناعي وبقية المعدات المقدمة من مكتب صحة العالمية وما تم جمعها من مستشفى النصر الحكومي بمدينة الضالع واللازمة عند حجر المصابين بالفيروس في حال تفشيه أكملنا التجهيزات الكاملة باستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وأيضا طاقة متواجد بأكمله اليوم بالنسبة للإستثاح وأيضا متوفر لدينا أجهزة معدات وهي أربعة سرين عاش كوادر طبية ومتخصصة تم استدعاؤها إلى مركز العسل ضمن حملة استنفار واسعة للسلطات المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة استعدادا لخوض معركة قادمة قد تكون مع وباء بات يعصف بالعالم إن لم تكن مع الأمراض الحمية الخمسة المنتشرة بالمدينة منها الملاريا والضنك والديفيتيريا وسط تخوفات من تصديرها عبر اللاجئين الأفارقة والقادمين بطريقة غير مشروعة طبعا بالنسبة لنا كما نسوى على مستوى المحافظة نطمح أن يكون لدينا المرحلة الأولى على أقل المائة سرير وعشرين سرير إنعاش تم توفير أربعة أجهزة خاصة في إنعاش الحالات الحارقة ولدينا ثلاثة أجهزة تم أخذها من المصريفية المحافظة لتعطية الاحتياج لا سمع الله إذا وصلت حالة إلينا السعة السريرة الحالية هي ستين سرير مركز العزل بالضالع هو الأول والوحيد على مستوى المحافظة أنشئت حسبا لوباء انتشر في بلدان كانتشار النار في الهشيم وصار كابوسا يؤرق حياة الناس ليرى هؤلاء واجب الحيطة والحذر عبر وسائل متاحة لهم في محافظة تشهد حربا مستمرة مع الحوثيين وبات قطاعها الصحي يفتقر للكثير وثق تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيا الحوث الإنقلابية مائة وثمانين انتهاكا بحق المدنيين في مختلف المحافظات منذ مطلع إبريل الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها إن من بين الحالات التي وثقها فريق الرصد في الشبكة ستا وثلاثين حالة قتل لمدنيين بينهم إحدى عشرة امرأة وأحدى عشر طفلة وإحدى وخمسين حالة إصابة بينها ثلاث عشرة امرأة وسبعة أطفال في محافظات تعز وإب والحديدة والبيضاء وصنعاء والضالع ومأرب وحجة وصنعاء في حضر موت افتتحت السلطة المحلية مستشفى الحياة العام ومركز العزل العلاجي للمصابين بمرض كورونا بمنطقة الباطنة في مديرية القطن في ظل الحديث الحكومي عن إنشاء مراكز عزل وحجر في مختلف المحافظات اليمنية هنا وبعد لحظات من افتتاح مركز العزل المركزي في مديريات وادي وصحراء محافظة حضر موت حيث نحن نتواجد كما تشاهدون هذا المركز الذي جهز بمجموعة من الأسرة حيث بلقت الأسرة في لحظات الافتتاح واحد وخمسين سرير بينما الطاقة الاستيعابية للمركز بشكل كامل تستوعب أكثر من مائتين سرير تقول السلطات أنها تعمل على تجهيز هذه المائتين سرير خلال الفترة القليلة القادمة أيضا يحتوي المركز على مجموعة من الغرف الخاصة بالعناية المركزة هذه الغرف التي جهزت تماما بمجموعة من الأجهزة كما تشاهدون أمامي الآن أيضا طواقم طبية مدربة هذه الطواقم التي خضعت قبل أيام إلى مجموعة من الدورات التي تختص بطرق التعامل مع المصابين والمشتبه بهم من حالات فيروس كورونا المستجاد كوفيت ناينتين إلى جانب أيضا احتواء المركز على 17 سريرا خاصا بالعناية المركزة تقول السلطات أيضا أنها تعمل على إنشاء مجموعة من المحاجر الصحية الأخرى في مجموعة من المديريات المختلفة سواء كانت في مديرية سيئون وتريم والقطن وغيرها أيضا من المديريات عبد الله مؤمن يمن شباب حضر موت قالت مصادر حكومية مطلعة ليمن شباب إن ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات أو ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات لم تقدم أو لم تقدم على أي خطوة إيجابية خلال المهلة التي أعطيت لها من قبل قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي بعدا خلال اجتماعه بقيادات عسكرية تابعة للميليشيا الانتقالية وحضور قيادات عسكرية من الجيش الوطني ومشيرة إلى أن الوضع العسكري مرشح للتصعيد حيث لا مهلة جديدة قدمت للانتقالي وأوضحت المصادر أن ميليشيا الانتقالي تواصل تعنتها وترفض تنفيذ ما عليها من التزامات في الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض ويذكر أن قوات الجيش الوطني حشدت خلال الأيام القليلة الماضية كل وحداتها باتجاه المواقع المتقدمة بمدينة شقرى المحاذية للمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض سلميا والذي رعته السعودية وصلت إلى مدينة تعز ست سيارات طوارئ مقدمة من منظمة الصحة العالمية عبر وزارة الصحة العامة والسكان كدعم للقطاع الصحي في المحافظة وتعزيز إمكاناته لمواجهة فيروس كورونا وقال مدير مكتب الصحة بتعز راجح المليكي إن هذه السيارات تعتبر دفعة أولى وهناك عدة سيارات وتجهيزات أخرى ستصل المحافظة بحسب وعود وزير الصحة ناصر باعوم هذه السيارات تعد الدفعة الأولى وهناك العديد من التجهيزات قد وصلت سابقا وبحسب وعود معالي وزير الصحة العامة والسكان أن هناك العديد من السيارات ستصل بما يمكننا من تغطية 50 إلى 60% من احتياجات السيارات والطوارئ وأيضا نعمل على تجهيز المحاجر الصحية وتجهيز معازل العلاج لحياة كورونا إذا ما ظرت إذا قدر الله قال مدير المستشفى الجمهوري بتعز نشوان الحسامي في تصريح اليمن شباب إن المركز المتفق على إنشائه في مستشفى الجمهوري كمركز لعلاج كورونا يفتقر إلى كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية وكذلك الكادر الطبي الاستشاري والتخصصي وأكد أن تلك المشكلة تواجه كافة أقسام المستشفى بالنسبة للمركز الآن الذي تم إنشاؤه داخل المستشفى الجمهوري هو بداية من الصفر يفتقر لجميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية بما فيها الكادر الطبي لأن المستشفى كما تحددنا سابقا يعاني من 70% لغياب الكادر الاستشاري والكادر الفني داخل المستشفى ما يقوم بعملية الخدمة هو عبارة عن أطباء عموم حديثية التخرج قبيل شهر رمضان تشهد الأسواق التموينية في محافظة حضرموت ركودا في حركة البيع والشراء وضعفا في إقبال المواطنين على التسوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع أسعار السلع وتداعيات تأثير كورونا تداعيات وباء كورونا تربك حركة الأسواق في حضرموت وتصيبها بالركود هذا هو حال الأسواق التموينية في مدينة المكلة بحضرموت خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي تزاد فيه حركة الشارع وإقبال المواطنين على التسوق فما الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في المحافظات للوقاية من انتشار فايروس كورونا ضعفت حركة التنقل ووصيبت الأسواق بالركود وترجع الإقبال على شراء البضائع والسلع أولا بالنسبة للحضر أو المرض بشكل عام وانتشاره ليعصيته بين الناس أثر سلبا على التجارة بشكل عام وحركة المسافة تعترف المدينة مدينة المكلة يعني سوق يعتبر مركزي بالنسبة للمحافظة حضرموت والمحافظات المجاولة مثل مهرة وشبوة الأمر الذي أدى إلى ضعف تنقل الناس خوف من انتشار المرض خصوصا بعد أن ظهرت عندنا حالة في الشهر قدوم الوافدين من خارج المحافظة بشكل كبير يعني شكل ملحوظ عوامل عديدة ساهمت في اختلال التوازن في حركة الأسواق من بينهما ارتفاع أسعار السلع نتيجة الصعوبات التي تواجه حركة نقل البضائع في المنافذ الخارجية والداخلية إضافة إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لا سيما الدولار الأمريكي والريال السعودي قد تكون بعض البضائع اللي هي في صعوبة في دخولها إلى داخل البلاد بعد الحضر ارتفاع سعرها الموجود محليا يعني بعض الناس زيدوا في أسعارها وبعضها زاد النقل مع إجراءات التنقل حتى بين المحافظات ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية دفع بالمواطنين إلى مناشدة الجهة الرسمية بالعمل على إيجاد الحلول وضبط أسعار السلع ومراقبة التجار الذين عادة ما يرفعون الأسعار مع قرب شهر رمضان المبارك مستغلين تدافع الناس وإقبالهم على التسوق وإقتناء احتياجاتهم من المواد الغذائية قبل كورونا كانت ناقص الأسعار لحيانا تبعت الأسعار حق المواد الغذائية مرة بكثرة معادي قدر الواحد يشتري المسال البسيط يشتري لها قطمة صغيرة للم يشتري كيس يشتري قطمة صغيرة والله الأسعار كانت قبل كورونا أسعار يعني مناسبة وبعد كورونا لازلت الأسعار لهذا اليوم في ارتفاع بعض لا يتقبل المواطن ولا أي شخص يتقبل الارتفاع ولا ندري أكيد ونتمنى من أخ المحافظ النظر إلى هذا الموضوع واخذ إقراءات تجار وارتفاع العملة فاقم وباء كورونا من معاناة كافة اقتصادية العالم وأضعف حركة إقبال الناس على التسوق لكن بلادنا تعيش حالة استثنائية كونها تعاني من تدهور الاقتصاد منذ خمسة أعوام من الحرب وهو ما يجعلها تحمل تركة ثقلة وباهظة من الأعباء والأزمات المعيشية المتلاحقة والتي أعيات المواطنة وأثقلت كاهلة بالإضافة إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة بين السكان وندرة سبل العيش وانعدم فرص العمل افتتح محافظ شبوى محمد صالح بن عديو اليوم الاثنين جسر السلام في منطقة النقبة بمدرية حبان بعد خمس سنوات من معاناة السكان أو سكان المنطقة وخلال الافتتاح أكد المحافظ أن هذا الجسر سينهي خمس سنوات من معاناة المسافرين منذ تعرض الجسر للتدمير ودع المحافظ أبناء شبوى للاهتمام والالتفاف حول مصالحهم وترك الحسابات الضيقة التي لم تغني الآخرين بوقت قياسي أنجزت السلطة المحلية في شبوى إعادة بناء جسر السلام الاستراتيجي في المحافظة بعد أن دمرت طائرات التحالف في منتصف العام 2015 بهدف قطع إمدادات ميليشيا الحوثي إلى المحافظة جسر السلام الذي يربط شبوى بمحافظات أبيان وعدا وحضر موت يعد من أعرق الجسور في اليمن وثاني جسر في جنوب البلاد بعد جسر محافظة أبيان حيث تم إنشاؤه في العام 1974 وبعد تدميره من قبل التحالف في العام 2015 وتحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي ظلت الأنظار تتجه إلى التحالف والآمال معلقة عليه في إعادة بنائه في وقت وجيز لما يشكله هذا الجسر من أهمية كبرى في تهيئة البنية التحتية لعملية التنمية في المحافظة إلا أنه لم يحدث من ذلك شيء لتضطر بعد ذلك السلطة المحلية في شبوى وبعد تعيين محمد صالح بن عديو محافظة للمحافظة إلى إعادة بنائه بتكلفة أكثر من مليون ونصف دولار من حصة المحافظة من عائدات النفط نشير لكم جميعا على حضوركم لهذا اليوم الافتتاح جسر السلام وننقل لكم تحيات ومباركة فخامة رئيس الجمهورية الوالد المشير الركن عبد الربا مصور هادي الذي أولى لمحافظة شبوى اهتمام كبير فيما يخص المشاريع التنموية وخصص لها نسبة 20% من مبيعات نفطها الآن وبعد أن أصبح الحلم حقيقة يحضر محافظ شبوى مجددا في الواجهة كأبرز وجوه التنمية خلال الوقت الراهن في البلاد ويدشن بدء العمل في الجسر بشكل رسميا في منطقة النقبة بعد أن تم استكمال إعادة بنائه بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية في المحافظة يوما بعد آخر يثبت محافظ شبوى صدق مساره ومسيرته في مجال التنمية في المحافظة وهو الذي منفك يسجل حضورا لافتا ومتعاظما في هذا المجال الذي يغيب بشكل نهائي عن اهتمامة كافة المسؤولين في البلاد دون استثناء دشن مكتب التربية بتاعز أعمال المؤتمر الأول للتعليم الإلكتروني في اليمن والذي يقام بالشراكة بين جامعة تاعز ومكتب التربية والتعليم في المحافظة وقال مدير المكتب عبدالواسع شداد إن المؤتمر يهدف إلى معالجة مشاكل التعليم بشقيه العام والجامعي وفي السياق أعلن شداد أن المنصة التعليمية الإلكترونية عاودت العمل على الشبكة العنكبوتية بعد صيانتها من الخلل الذي تسبب به التدفق الهائل للطلاب على الموقع وأضاف شداد في تصريح لقناة يمن شباب أن المنصة تبث دروساً لكوادر متخصصة في المواد العلمية بالإضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية ودع المسؤول الحكومي الطلاب إلى الاستفادة من المنصة خلال فترة الإجازة كونها تحوي كل ما يحتاجه الطالب من دروس خصوصاً طلاب الثالث الثانوي نهاية النشر نذكركم بعناوينها الجيش الوطني يفرض سيطرته على ميسرة جبهة سرواح بمأرب ويفشل هجوماً للميليشيا في الجوف ميليشيا الحوثي تختطف عشرات المدنيين في ذمار وتقرير حقوقي يوثق 180 انتهاكاً حوثياً خلال إبريل الجاري الوضع العسكري مرشح للتصعيد في عدن بعد انتهاء مهلة التحالف لميليشيا الانتقالي دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة